جاهدين كما ذكرنا في بداية النشرة معنا ضيف النشرة لهذه الأمسية وهو الدكتور أحمد عثمان علي المدير العام النائب بيدارة الصحة العامة المكلف بالتطعيم الدكتور مساء الخير السلام عليكم الأمس أمين الدولة في الصحة أطلق رسمياً لحملة التطعيم ضدها الصحايا المعروف عندنا محلين بالمنجيد تقدر تورينا المنجيد أو الصحايا في حد ذاته شنو؟ المنجيد أو الصحايا هو التهاب من الشبكة من المخ وحبل الشوكي حبل الشوكي يعني الطائفة الطائفة هذا الشبكة من الشبكة من الشبكة يبدو التهاب من الفيروس أو البكتيري يقولون المنجيد هذا المنجيد طيب هل المنجيد يقرب كئة معينة من العمر بعض الناس مثلاً ولا يقرب كل الناس من سن 0 إلى 18 سنة؟ لا يقرب كل الناس لكن هو قطورة في الأطفال يقولون أنهم أنقص من خمس سنة والأطفال التي يسمى ما تم 14 سنة أو 15 سنة فيهم دولة المنجيد والصحايا دي هي عندها قطورة زيادة طيب المرض المنجيد يعني معروف الصحايا معروف عالمياً كثير من الناس يعتقدون أنه يكون في وقت السخانة ووقت الحرارة هل هذا صحيح؟ لا، لا يوجد علاقة مع السخانة أو البرود هذا صحيح هذا صحيح مرض أو يوالي هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح هذا صحيح وعندها صحيح إنه صحيح على أطفال الزهو الأطفال فهذا صحيح هذا صحيح اي نزيل bey taxi مغلق عمالي ماذا بدها لن يغبakte المرض ساعددي لكن مرض فمارك وصف ومارك speeds 10 للمتلاح احد 10 للمتلاح في غيрез من الحيان ولكن لذلك يتحدث في العديد الماضي في المالي، في نيجيريا وكل ما يتحدث في العديد الماضي لذلك يتحدث في العديد الماضي في سنة عام 2011 سوى التثقين في الشرط لأطفال من سنة واحد لحدي 29 سنة سوى التثقين وبالتنفي ديسمبر سنة 2012 كل سوى التثقين لأطفال سنة 29 سنة ومن مدة هذا من سنة 2012 الحدي أسهد ما لقناه لأحد أسهد إذن التطعيم الأسهد وهو يقاية حتى الآن المرض ما ظهر في جات ما ظهر في جات طيب زمان الدكتور أحمد عثمان التطعيم ضد صحايا بيكون في المدارس بيكون في المنصات الكوبرا هل والأمينة الدولة أطلق هذا التطعيم هل يكون في نفس الأساليب السابقة يكون في المدارس في المستشفى أم لا ولا سنة شرطة مثلا أسلوب آخر لا لا السنة ده عندنا التثقين هو سادة هو خمسة ميكرو جرام مع حمسة ميكرو جرام يمر حسنا على الذهاب ثم في تسبب حدث يربط في أطلق صنع يسمى دقيقة عندما نتطعين قاعدة يومشو الأمهات يدو أطفالاً تسعة شهر دا يتعلم وبعدين عندنا نزام كده في شهرنا أكتوبر سالأشرة دا نسو تطعين أمه في المدرسات في البيوت كلما يومش اللي بيت بيت نتعلم للأطفال اللي عندهم سنة واحد لحدي تشعة وعشرين سنة كلما كنت تعلم أديتور شنو أهمية التطعيم اللي تنظمت شات كله أنت قلت ألفين وعشر عام التطعيم انتاني بعض السنة عمل التطعيم وحاليا ستتدعب عطمية الشيء ما يبقى كثير دي تشعجين ولا في أهمية التطعيم للتنظمت شاد كما في أهمية التطعيم لأنه يعني اكبرمنتر وعند دمان وعند كل كده شاهدوا في الدول آخر وطأسا جابه في تشعر يدقل في التعاط في الواجب الآدي وكذا يصبح يوسف سانتسانتر اللي يدقل في فوق يوسف عظام تحسس واحدة عند الواجب الواجب الكثير من الأطباء وكذا يعتبر الإجاب إعادة سنوات تنظمت شاد للنوات فإن حتى يمكنان العمل التطعيم لهم قال بعد بالنوات والشياء الكثير من الإخدام وشياء الكثير من الناس موت وضع النوات شيء أعتبر أن النوات التي يرى فيها كثير من الناس اور تتحسس هل هذا السبب العلمي أو صحي؟ المنينجيز محصوب للأساسي لتحصي بالأساسي Really producción بالأساسي لأنbern كان الداس أن الأساسي إنه لا يمكن الجهائه Tapi assunto 20% كان الداس الأساسي الإحضام Dans التحصي mest admir لكن للمان Thomas السالية también tipo يا طريق بالأساسي فهم اسه إذا cứت علي الر asymmaire المنجيط يساولون دائماً كما استخدام المنجيط يتعانون فرغان في بعض الأسر تسكن في القرى تسكن في الفرغان يعني وابتعال بأهمية المنجيط شنو الرسالة أنت كمختص كطبيب كمسؤول في دارة الصحة العامة رسالة شنو توجيها الرسالة بعدما يصاب بمرض يساولي شنو أشان قبل ما يساول المرض يساولي التدقين يساولي يساولي التدقين في المستشفى القريب يساولي 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 إن شاء الله لا يجعله يأخر السخير يأخرون لا يجعله فائدة يساولي بدري في البتان سؤال الأخير يعني أعراض المرض كيف يعرف المرض المنجيط فتبه المرض المنجيط يساولي خاصة وأن لا يزال الشيء يشكل الوحيد القائم عندما يقدم حلوك فإنه لا يردد مخيز أن الصندوق вперد ويقوم المعامل لا يستطيع الله كان بل يكتر السمحة والحرارة وعلى مستحفل توالي يجد في المشترك شكراً لتها وصلت شكراً لدكتور أحمد عثمان علي المدير العام النائب للتطعيم لتصيحة العامة ونشكرك لتالي شكراً عليكم